وفي منصات جولة في منصات التواصل الاجتماعي وأيضا الإعلام الرقمي والبداية ستكون بصفحة خاصة بكم بومغران تكنولوجي علش ما سميتوهاش صفحة أخرى أو باسم آخر الصراحة أخذينا وقت كبير أن ننقل بولا اسميها وفي منصات التواصل والبومغران تحاولنا أن ننقل بصفحة اسميها تكون جينيغيك لا تكون كتحت على شيئا يعني تكون عامة عامة يعني قمنا نقل بصفحة القدوة للشركات الكبار قمنا بصفحة الابل والدارشة هاديك زيد أخي قلتي ما تكبرش الطبوحات بالزعب جميل لا والله أنا كنت أتحك معك ولكن زياني تكون يعني أنا نقل بصفحة اسميه إن فوشي واحد يشوف الشكل يدرماني تفكرنا إحنا صحيح إني كبحل أن ننقل بصفحة البراند ديالنق الصورة اللي ماشده ماخك ما تكون علامة تجارية بكل ما تحمل الكلمة بمعنى جميل جدا وخاء عندكو يعني المتابعين قلال صفحة جديدة صفحة جديدة والتسمية حتى هي متقدر ما كتساعد ما كتساعد أو لا نعم شوية لذلك الناس عتاون هذا اللو ماركت لا تسمية كن على يقين يعني لو مشيت عند واحد فنان في التواصل يقول لك هادي تقدر تكون علامة تجارية لشركة خاصة وليست لصفحة وحتى العلامة تجارية لشركة خاصة دائما وأبدا تحبذ أن تكون من كلمة واحدة سهلة في النطق سهلة في الكتابة ومع واحد ديزاين جميل جدا لللوغو كتعطي واحد له شغم سبيسيال بالنسبة للناس اللي كتحاول تقلب عليكم تتفق معي أشرف ولا لا تتفق معاك والصراحة كنحاوله أنا نشوف اسمية جديدة باش تكون خاصة بالبروجيت يعني صحي عنده واحد وان شاء الله مبعت أسس شركة كبيرة مثلا وتعطيها الاسم الذي تريد ليكون في واحد العلامة تجارية ثابتة تكون قابلة للتسويق على المستوى العالمي ولا على المستوى القاري نشوف بعض المنشورات الخاصة بضيوفنا الكرام أو قبل نشوف هذا القناة اللي هي على اليوتيوب وتحمل أيضا نفس اسم صفحة الفيسبوكية بالنسبة للشباب عبدالله وأيضا أشرف تهياء باقي فيها لزابوني مجرد يعني 6 أشخاص فيديوهات باقي ما كيتشافوش بزاف ما زال ما معروفه ما معروفه وحتى يعني عدد الفيديوهات مش بزاف بالنسبة لكم لا لا ما زال يلا قدرنا فيها تقريبا لتسلولين اللي درنا نعم حتى نامش مماية من بعد فسنا بنحاولو أننا ندير الجديد للمسرع صح نحاولو أننا نحاول واحد وسيلة التواصل جديدة ليش جديدة قديمة جديدة ولكن تحظى بمتابعة كبيرة جدا انستغرام ما نتكوش كين كونك نحاولو أننا نديره انستان تقدر تدير لايف في الانستغرام ويكون صدقني يكون مفيد لشباب كثر محفز لهم وفي نفس الوقت تحاولوا تنقل أجواء هذه اللي سائد فيها غل محا ركوا عارفين نعم فهمتي يعني شحال الناس اللي ناشطين على هذه المنصات للأسف يعني ما لا يزيدوش ببلاد القدام كين واحد فئات كبيرة جدا منهم هم اللي يحضروا ربما متابعة كبيرة فمن يكون محتوى هادف مزيان انستفد منه نحاولو نديره صفحة التوجيه للشباب لانهم كيف نشوفه في مغرب الشباب يحافظوا كيف يقعوا تيرويك مو وما يبقوا يقراروا ولكن ما يتبقوش مكيش عملي مكيش عملي مكيش العملي وكي بقاو كين واحد الجووسي لبي بزيف نحاولو نديره انكوانتان ساقرام اللي غادي يكون الهدف منه وتوجيه الشباب بزيف اللي داروا محتوى علمي هادف على مستوى اليوتيوب او المنصات الاخرى وكي قدموا صراحة يعني نماذج مشارفة وكي وبالعكس يعطوك معلومات وكي يعطوك يساعدوك في واحد السيرتشنج اللي ممكن تقلس في انت يام ولا اربع ايام هم كيعطوك واحد اضربع ساعة كنفكره انا نتال سميشو من غير انا ننذروا فيديوات وانا نحفزوا الشباب الاخرين قادين نقدروا تنفتحلوا لهم الابواب وانا نستعملوا ذلك الادوات اللي يقدر اللي يشرينا بالمال الخاص ديالنا شوما يقدروا يستعملهم بشي يطبقوا يطبقوا ويطوروا شوما لكي نتمنى تكون تحت ادارة جامعة معينة وكلية معينة والله اللي هدر عليها قبل غليل عبدالله حتى تكون الفائدة عم وغا تكون فيها المستفيدين اكثر وحتى انتم تلقوا واحد الرعاية التي يعني تستحقونها بكل ما تحمل الكلام من معنى انا واحد المنشور ايضا تعاني من فقدان من المرفق او الكوع او احد اصابع توجد الاستفادة من التكنولوجيا التي نوفرها يمكنك التجيل في الاستمارة اسفله وسوف نتصل بك هنا اصابع فتحته باب نحاول نشوف الناس الذين قدروا نتستهم معهم او نسولهم ماذا نريد هل الاصابع فقط ممكن اه ممكن الاصابع بالنسبة الاصابع الاصابع لهم سهل يعني كيف حالك كان عندك سبع تقدر سبع بوحده عندما تتحرك سبع بوحده يمكنك التحرك يعني يكون الاصابع مهم تصميم ميكانيكي ولا يجعل انك تساعدك يعني كيف حالك تشدك جميل ونفس الحجم ونفس الشكل بالنسبة الاصابع لا تدخل في التكنولوجيا الالكترونيك يعني يكون تصميم ميكانيكي ويكون مفيدة بالنسبة للناس جميل وهنا نضع شكل يعني ما عرفشون مش منين بحث لقيت هذه الاموزات انا قلت ساعد الناس اللي يقدروا انهم يعمروا السمار يكونوا عارفين الشكل التسميات وحتى إلا تحاولوا معاك ويعرفوا شنو غادي قولوا نشوفوا أيضا بعض المنشورات الأخرى إلا سمحتوا هذا بداية برومو فين هاتشي هذه هي الاصابعات بداية انكيباتر ونحن نتبع معهم محتدينة المشاريع التي تعاوننا من ناحية الفرماسات توجيه وتكوينات نشوفوا المنشورات أخرى بعجالة هنا فيرست تست كان بالنسبة لأصدقائنا في 13 نوفمبر المنشور 2019 هذا التست الأول شنو كان الإحساس دي لكم بعد ما درته ها كان إحساس رائع جميل أنك تدير واحد الحاجة اللي أول مرة تدير بها تست وغا تكون أتخدم أفغامو كانت أنا دارة كهربائية وشالدك البولارسي ما نقول لأشياء يا رأس المي أكون لا بالصح والله عمر جميل جدا الشرق الأوسط أطراف صناعية إلكترونية تسبح بممارسة الحياة الطبيعية خيار متاح لمبطوري الأطراف لم يكن متوفراً وربما كيهادروا على إكسفيل فولينت نيويورك هنا جبدنا بعض المواقع للأسف أنتم الآن لازال لم يكن هناك حديث عليكم ربما في وسائل الإعلام المغربية لنكيش حديث كبير لدينا فيديو أصوات مغربية مشكورين ولكن حاولنا نجمع بعض المقالات التي تتحدث عن هذا الأمر وعن الطفرة النوعية كما شفنا قبل قليل في الفيديو هنا الخليج أونلاين تتحدث أيضاً عن نفس الموضوع بعد تجارب طويلة على الأطراف للمعوزين يعني المغربة ما شاء الله حاضرين حتى في هذا المجال يد الصناعية تستقبل الحس العميق هنا بحث من طرف فريق إيطالي ربما هو في نفس المجال أيضاً يعني تلك الأوامر العصبية التي تمر عبر مجسات وتصل إلى الأطراف الاصطناعية التي تقوم بتنفيذها تماماً وليس من نسبة مئة في المئة ولكن قريبة من الأطراف البشرية المبتورة فالعلم تطور ولا بد الإنسانية أن تستفيد من العلم أول شيء من البخوتاز وأنه غالي غالي بزاف براء براء ما هي البخوتاز التي تشاهد دسان ميل عشرين مليون عشرين مليون عشرين مليون لفخوتاز واحدة وكان عندنا واحد السيدة تصلت بنا وجودناها وقتها أقل الألوال 130 مليون زراعة أم تركيب؟ لا تركيب مهما تركيب مهما تركيب جداً مهما تركيباً اغشائي ندخل معكم أكسونير في》 أبوه ليس معرفة هذا الأمر ستكون التكلفة كما قلت قبل قليل أكلفة بسيطة مقدور عليها بالفعل الأيثيين في الانترنسونال وليس لا تتوسع حتى في ديار الأفريقية هناك ماركت كبير جدا في هذا المجال وخدمة للإنسانية في نفس الوقت